اللي كانت بتيجي قبل كده لم يكن لها علاقة بأي عمل احترافي ننتظر الرد في هذه المرة عشان نعرف الرؤية الفترة اللي جاية القائمين على إدارة الاتحاد اللجنة السلسية المعينة من قبل الفيفا بتفكر زي في المرحلة اللي جاية طيب وانا بتكلم بقى على التفاصيل المتعلقة بالبيان هل الكلام كلام بشكل عام ولا الكلام فيه تفاصيل وفيه كواليس وفيه أخبار لا فيه أخبار لابد من حلقة طاعة مع لجنة الحكام أولا لابد أن تكون لجنة الحكام لجنة مستقلة ثانيا لابد أن تكون لجنة الحكام لجنة حكام بمجتملاتها بشكل صحيح ثالثا والأهم لجنة الحكام اللي مسؤولة عن إدارة مباراة الدورة بتعيين الأطقم التحكمية لا يحق لها مرائبة الحكام ما ينفعش أنا أكون رئيس لجنة وانزل رائب على الاختيار اللي أنا اخترته ألف بيه لا حد بيفكر صح أنا كرئيس لجنة حكام لما حط مرائبين حكام في المباراة أجيب مرائب محايد يشوف اختياري أنا كرئيس لجنة الحكم ده مناسب ولا غير مناسب بالدرجة اللي بتحصل بعد نهاية المباراة لكن أنا رئيس لجنة أعين حكم وانزل رائب عليه ما ده اختياري أنا؟ أكيد هتدي له الدرجة الكاملة ليه؟ اختياري هكشف إن اختياري غلط؟ أكيد هكشف إن اختياري صح فبالتالي قالف به لما نتكلم عن لجنة الحكام لجنة الحكام هذا الموسم ارتكبت خطأ غريب جداً وغير مفهوم إن معظم أعضاء اللجنة هم اللي كانوا بيرقبوا على الحكام في مباراة الدوري العام ده جزء مهم جداً الجزء الثاني لو بنتكلم على الأخطاء التحكمية دائماً وأبداً يمكن الكل شايف الأخطاء التحكمية وعدد النقاط اللي الذي قاله فقضى خلال هذا الموسم الفكرة في 15 نقطة ولا الفكرة في 13 نقطة ولا نتكلم على عدد المباريات أنا هديكم جدول كده بسيط ب15 نقطة فقضها الأهلي هذا الموسم بسبب الأخطاء التحكمية للنهارج هقول المعيار مش الأخطاء التحكمية بس ده فيه حاجة أسوأ من كده قلناها قبل كده وبنأكدها تاني مباراة ودي دجلة الحكم أحمد الغندور الفار الكابتن حسام عزب حجاج نجل سكرتير لجنة الحكام الكابتن عزب حجاج الأخطاء التحكمية ركل الجزاء عدد النقاط فقط نقطتين في مباراة دجلة شد أحمد ربادان بيكان في ركلة الجزاء وضربة الجزاء وفيه فار والكابتن حسام عزب حجاج مخدش باله مطش البنك الآلي 00 حكم محمد سلامة ميدو كان بعيد تماماً على المباراة الدوري فجأة جيه في هذه المباراة وكان معاه عمر أحمد الشناوي في تقنية الفيديو نجل الكابتن أحمد الشناوي المحاضر الدولي وعضو لجنة الحكام السابق الغاء هدف وركل الجزاء ونقطتين فقدم الآلي في مباراة البنك الآلي مباراة تاب بيرامدس حكم المباراة جهات جريشا وحكم الفار طارق مجدي اللي تقررت أخطاءه في كل مباراة الآلي في السنوات الأخيرة الغاء هدف لولتر بواليا وهدف صحيح مية في المية وركل الجزاء لمحمد شريف لا جهات جريشا شافها ولا طارق مجدي شاف أدي نقطتين كمان مباراة غزل المحلة اللي كانت في فترة شهر رمضان وكان للآلي بلعب كل 48 ساعة 1-0 للمحلة الحكم محمد معروف الحكم الدولي وسيد شعبان حكم تقنية الفيديو وسيد شعبان عمر مقدار مباراة في الدارة الممتهز دايما بيحكم مباراة الدرجة التانية كارت أحمر اللي مدافع المحلة وركل الجزاء الآلي فقط ثلاث نقاط وراجل الجزاء كتواضحة جدا لمحمد هني الزمالك التعادل الإيجابي واحد واحد أمين عمر حكم المباراة محمود عشور حكم تقنية الفيديو ركل الجزاء وفقدنا نقطتين اللي إسماعيلي نفس الأمر واحد واحد حكم المباراة محمد الحنفي محمود عشور حكم تقنية الفيديو وركل الجزاء وفقدنا نقطتين ركل الجزاء الأجايقة واضحة جدا مباراة طلعها الجيش الأخيرة بالأمس الحكم الشهير إبراهيم نور الدين اللي عنده مباراة في تصفات كس العالم وعايز ألوكو الصحافة الموريتانية مستغربة من الاختيار إبراهيم نور الدين حكم المباراة ومحمود باسيوني حكم الدرجة التانية أو الدرجة الأولى ما بيحكمش دور ممتاز حكم تقنية الفيديو هدف لم يحتسب لصالح الآلة واضحة مش هقول بقى بتقنية السري دي لأن مباراة حنا كنت شايف تقنيات عبارة عن فور جي من السري دي أنا مباراة حشفت تقنية فور جي من السري دي بصراحة يعني هدف لم يحتسب وفقدنا نقطتين المجموعة النهائية خمستاشر نقطة طيب ممكن البعض يقول لك خمستاشر نقطة إيه الأخطاء التحكمية دي كلها طيب هي المفاجأة مش في الأخطاء التحكمية أصلا ممكن انت اللاجنة ترد عليك تقول لك إيه ما الخطأ التحكمي وارد ما انت في أفريقيا قبل كده كنت بتواجه أخطاء تحكمية احنا مش كنا بنشتيك من بكاري جسامة وبملكة سيمة جات لك نفس الأسامي بس بشخصيات مختلفة بوجوه مختلفة موجودة في الدورة المصر حالية الفكرة مش في الأخطاء التحكمية وفقدة خمستاشر نقطة بس الفكرة مين هم حكام تقنية الفيديو أنا في شهر رمضان اللي فات لما اتكلمت وطلعت إحصائية رسمية بعدد الحكام اللي أداره مباريات الأهلي من أول أسبوع للأسبوع الثمانتاشر نحن نتكلم في طمانتاشر أسبوع مش واحد وثلاثين لقيت خمسة وستين في المية من مباريات الأهلي حكام تقنية الفيديو معهش رخصة صفارة في مباريات الدوري يعني أنا أجيب حكم درجة أولى ودرجة تانية بيخرج دايما في حراسة الأمن يطلع لف تقنية الفيديو هو اللي يوجه الحكم الدولي يقوله صح ولا غلط كان حكام الدوليين على فكرة كانوا بيراجعوش اللقطات كتيرة جدا بسبب هذا الموقف بقى أنت حكم فيديو هترجعني وانت عمرك منزلت حكمتي في الدوري لاجنة الحكام عارفة ده عارفة التفاصيل دي بس كل كان بيكابر والكابتن وجيح بعد بنفسه طلع من كام يوم وقال لك كان عندي مشكلة حكام التقنية معهمش رخصة الصفارة في الدوري يا السلب ما احنا قلنا الكلام ده من زمان يا جماعة يا سيدي لو عندك المشكلة تطول الدوري تعال على آخر ست أسابيع في الدوري حط حكام دوليين في كل المباريات عشان لما يحصل خطأ يا سيدي ما تلاقيش أنا بطلع مبرر وانت عملت الواجب بتاعك صح ما انت جايب لي حكم دولي في المعلب وحكم دولي في تقنية الفيديو لما يحصل حاجة بقى غلط ساعتا لا انت عملت اللي عليك يبقى الخطأ البشري هنا من الحكم لكن ده انت مبارح التعينات اللي اخترتها احنا اتكلمنا عليها من قبل الماتش يعني ايا كانت النتيجة واللي احنا كنا حاسبينه حصل يعني انت مبارح جايب المساعد التاني في مباراة المنافس مع وادي دجلة كابتن رجب المساعد التاني حسب قورة خبطت في القائم او خبطت في العرضة ونزلت بعيد تماما عن خط المرمى ده حسرها هدف ده معقولة الكابتن رجب المساعد اللي كان موجود نمارح في ماتش المنافس مع دجلة مش حكم دولي حكم المباراة نفسه محمد الصباحي مش حكم دولي ازاي في مباراة حاسمة اجيب حكام مش دوليين في مباراة زي دي يعني لولا الفار هي الفكرة ان الشك بيفسر بهدف لصلاح المنافس ايه لان يزبط العكس طيب مع الاهل مش كده ليه يعني الاهل مبارح كورة زي دي يا عم طب اعمل مشهد تمثيلي اقعد دقاتين تلاتة كنك بترجحها وفي الاخر ازبط لين هاي مش جون اقول لها مش جون لكن خمس ثواني على طول في قرار زي ده دي ايه يعني انا عايز افهم اولا ملعبش القورة لعب على رجل محمد شريف اهي يعني القورة واضحة شاط رجل محمد شريف في ماتش بيرامدز دي ايه خد القورة من شريف اكرامي واللي اتنين في ارتقاء مع بعض والقانون يتعدل في الجزائي دي فيش حاجة اسمها حماية حارس المرمى داخل منطيت الجزائي او داخل الستة يارضا ونفس القورة في ماتش الانتاج والمقصة اتحاسة بتجون انتو ما يرقوا يا جماعة هو القانون بيتفصل ولا القانون ماشي ازاي وبعدين لو ما فيش تقنية الفيديو اقول ماشي لكن ده في تقنية انتو يا جماعة ازاي في تقنية فيديو والحاجات بتحصل معقولة طيب لما الالي يدير له لغاية شهر خمسة اللي فات تسعتاشر مباراة في الدوري ستة وعشر حكم في غرفة تقنية الفيديو ما بين حكم فيديو حكم تقنية فيديو او مساعد من الستة وعشرين ستاشر منهم خد رخصة الفر لكن ما بيصفروش خالص في الدوري الممتاز ما بيحكموش مباراة في الدوري لعمر الشناء وحكم مباراة في الدوري ولا حسام عزب حاجات حكم مباراة في الدوري ولا بسيوني بقالو اربع خمس سوة بيحكماش مباراة في الدوري تحطحه حكم في فر ولما تيجي مباراة تبيرة زي مباراة quienباراة الاقلاء والجيش تجيب لي حكم دولي برامن ردين هاتلي يا سيدي حكم دولي معايا في تقنية الفيديو ما انت عندك نص مباراة الدوري نتائجها معروفة والدوري خلاص معظمه النتائج كلها معروفة وخلصانة مين هيهبط او الارب للهبوط والمنافسة كلها مين عارف فين لكن تجيب لي حكام مش دوليين يجي لي خمس حكام دوليين بس في تقنية الفيديو في اول تسعتاشر مباراة خمس حكام بس ففي النهاية لما تلاقي الاخطاء دي قبل ما تبصها لاخطاءة التحكمية اعرف المعيار اللي على اساسه اللجنة اخترت بها لحكام اللجنة ما بتشتغلش بعمل محترف اللجنة بتنزل ترائب بنفسها على اختياراتها اللجنة بتحط حكام في مباراة غلط في الاقل لما يطلب حكام اجانب نفز له الطلب لان من سنتين لما الاقل يفاز بدوري 2019 كانت المنافسة اقوى من السنة دي بكتير الاقل كان بينفس بيراميز والزمالك وكانت المنافسة قوى جدا بيراميز والزمالك طلبه حكام اجانب وبراميز جاله حكام اجانب في 90% مباراة الدوري لكن لما يجل حكام الاجانب في مباراة الدوري المصري الاقل فاز بالدوري ليه؟ لان الحكم الاجنبي مالوش اهواء الحكم نازل ما يعرفش مين اللجنة وما يعرفش مين كذا فالعدالة حسمت الدوري وقتها لصالح النادي الاقل فلما الاقل في الموسم الحالي يطلب حكام اجانب قزة مرة وترفض اطلع ارفض وقول ليه انت ما عندكش مبرر هتقول لي ما أنا جبت حاكم مصر في أهل وزمالك لا يا فندم أنت جبت واحد محمود البنة أفضل حاكم في مصر وسألته تحب مين يكون معاك في تقنية الفيجي لأن ما فيش حاكم بيصق في حاكم في تقنية الفيجي وإنتوا عارفين كده وإنت كابت المجيب طلعته وقلت أنا سألته عشان يبقى جاي بحاكم معاه وجاب محمد عادل تمام لكن بقى مباراة الدوري هل تقدر تعمل الاختيار ده ما تقدرش تعمل ده لأنه ما عندكش إذن أنت ما عندكش فأنت عندك مشكلة عندك مشكلة اطلع اعترف وقل عند مشكلة لكن هترد عليها تقول لي ما لا مش ما فيش حكام أجانب يبقى أنت كده جاي تهزر أنت كده مش عايز تخلي المسابقة ماشى صح دي جزاية متعلقة بالتحكيم ومتعلقة بمسألة الحكام الأجانب في مباراة السوبر والدوري الفترة اللي جاي أو كأس مصر